الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب في مادة مبادئ القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان الفرق بين مصطلح القانون ومصطلح النظام وقد أرجنا في الدرس الماضي على القسم الأول من هذا الدرس وهو الفرق بين مصطلح القانون ومصطلح النظام وسنراجع نحو إياكم ما ذكرناه في الدرس الماضي فود منك أن تراجع معي ما ذكرناه في الدرس الماضي أولا نقول في هذا التمهيد يثار التساؤل أحيانا حول مصطلح القانون أو مصطلح النظام فهل هما بمعنى واحد أم لا؟ ما الإجابة؟ ما نذكرنا بإجابة على هذا السؤال أحسنتم نقول أن المصطلحين مترادفان في المعنى مترادفان في المعنى فإذن مصطلح النظام مرادف لمصطلح القانون لكن هناك عدة إطلاقات تطلق على مصطلح القانون وهناك إطلاقات تطلق على مصطلح النظام وسنبينها من خلال الأوجه التي ذكرت عندكم في الكتاب لتبيين للتبيين الفرق بينهما في حال الإطلاق في حال الإطلاق فإذن يثار التساؤل أحيانا حول استعمال مصطلح القانون أو مصطلح النظام في المملكة والسعودية مع العلم أن المصطلحين مترادفان في المعنى فإذن نقول أن مصطلح النظام ومصطلح القانون مترادفان في المعنى هنا للإجابة على هذا التساؤل ما هو التساؤل؟ هو حول استعمال مصطلح القانون ومصطلح النظام هنا لخص عندكم الأوجه التي للإجابة على التساؤل وهو حول استعمال مصطلح القانون ومصطلح النظام في هذه الأوجه التي ذكرت عندكم في الكتاب الوجه الأول فيما ذكرناه في الدرس الماضي أن مصطلح القانون هل هو مصطلح عربي أو غير مصطلح عربي الإجابة أن القانون ليس مصطلحا عربي لكن اختلف في أصله قيل أنه فارسي قيل أنه رومي قيل أنه يوناني لكن عرب جراء تعريب هذه الكلمة للعربية بمعنى أصبح بمعنى ماذا؟ معنى مقياس كل شيء أو العصى المستقيمة لكن نقول مصطلح النظام هو مرادف لمصطلح القانون لغويا لكن من حيث الأصل مصطلح النظام هو المصطلح العربي فإذن نقول أيهما مصطلح عربي القانون أم النظام؟ الإجابة أحسنتم هو مصطلح النظام هو المصطلح العربي فإذن لأن أصل مصطلح القانون ليس عربيا فقد اختلف في أصله قيل أنه فارسي وقيل أنه رومي وقيل أنه يوناني لكنه جرى تعريب هذه الكلمة بحيث أنها أصبحت بمعنى في اللغة مقياس كل شيء أو العصى المستقيمة أو العصى المستقيمة لكن المعنيين مترادفان في اللغة وهو مصطلح النظام ومصطلح القانون ومصطلح النظام هو المصطلح العربي فهذا هو حول استعمال مصطلح القانون ومصطلح النظام ذكرنا الآن الوجه الأول منهما الوجه الأول منهما الوجه الثاني فيما يثار حول التساول حول استعمال مصطلح القانون ومصطلح النظام الأمر الثاني مصطلح القانون حاليا يدل على ماذا؟ يدل على القواعد الإلزامية التي تفرضها الدولة بشكل عام المقصود بمصطلح القانون والقواعد الإلزامية التي تفرضها الدولة بشكل عام ولا مشاحة في الإصطلاح بين المفهومين سواء قيل مفهوم أو نقول مصطلح النظام أو مصطلح القانون لا مشاحة بينهما لكن من ضمن الإطلاقات التي تطلق على القانون نقول أنه يدل على القواعد الإلزامية التي تفرضها الدولة بشكل عام ولا مشاحة في الإصطلاح بين المفهومين وهو مفهوم مصطلح القانون ومصطلح النظام هذا الوجه الثاني في الإطلاقات حول مصطلح النظام ومصطلح القانون الأمر الثالث ما هو؟ الأمر الثالث ما ذكرنا إذا كان الحديث عن العلم أو المجال في ذاته فنقول ماذا؟ علم القانون ولا نقول علم النظام فإذا جاء الحديث عن العلم أو المجال في ذاته فيطلق ونقول علم القانون ولا نقول علم النظام ولا نقول علم النظام ما السبب؟ لاتساق المعنى لوضوح المعنى والاتساق مع المصطلح لدى المدارس القانونية في أنحاء العالم لذلك نطلق في حال الكلام عن العلم أو المجال في ذاته فنطلق ونقول علم القانون ولا نقول علم النظام لأجل أنه متسق وواضح في المعنى ومتسق في المصطلح لدى المدارس القانونية في أنحاء العالم هذه الأوجه الثلاثة قد ذكرناه في الدرس الماضي وبإذن الله سنكمل ما تبقى من هذا الدرس وهو بعنوان ماذا الفرق بين مصطلح القانون ومصطلح النظام فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك أخي الطالب واختي الطالبة في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تذكر أوجه استعمال مصطلح القانون ومصطلح النظام وكذلك تذكر أمثلة على استخدام علماء المسلمين لمصطلح القانون فعلماء المسلمين قد أطلقوا هذا اللفظ وهذا استعمال مصطلح القانون ومصطلح النظام نأخذ الآن الوجه الرابع ذكرنا في الدرس الماضي الأوجه الثلاثة الآن سنتناول الوجه الرابع من أوجه مصطلح القانون ومصطلح النظام الوجه الرابع أن المملكة الربية السعودية صادقت على الكثير من القوانين العربية باسم ماذا؟ باسم القانون مثل ماذا؟ مثل القانون وهو بما يسمى النظام الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون في عام 1435 الهجرة فإذن المملكة العربية السعودية صادقت على الكثير من القوانين العربية باسم ماذا؟ باسم القانون فإذن أيضا من الإطلاقات التي يطلق عليها باسم القانون أن المملكة العربية السعودية قد صادقت على الكثير من القوانين العربية باسم القانون مثل القانون النظام الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون فهذا مثال واضح وبين فيما يطلق عليه باسم القانون فقد أطلقت المملكة ربما السعودية هذا المصطلح على كثير من القوانين العربي باسم القانون مثل قانون النظام الموحد لتعدين دول مجلس التعاون في عام 1400 و35 للهجرة نأخذ الآن الوجه الخامس فيها الوجه الخامس بعض علماء المسلمين قد يستخدموا مصطلح القانون بعض علماء المسلمين استخدموا مصطلح القانون ومنهم ابو حامد الغزالي ما هو كتابه في كتابه المستصفى كما ألف ابن جزي الغرناطي كتابا في الفقه المالكي سماه ماذا؟ القوانين الفقهية القوانين الفقهية وألف ابن سينة كتابا في الطب سماه ماذا؟ القانون في الطب فإذن علماء المسلمين قد أطلقوا هذا الإطلاق وهو بما يسمى القانون ومن الكتب التي ألفت في هذا الصدد في مصطلح كلمة مصطلح القانون في كتاب أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى أيضا ألف ابن جزي الغرناطي كتابا في الفقه المالكي بما يسمى ماذا؟ القوانين الفقهية فإذن هذا المصطلح قد أطلق في السابق من علماء المسلمين أيضا ألف ابن سينة كتابا في الطب سماه ماذا؟ القانون في الطب القانون في الطب فإذن هذه الإطلاقات قد أطلقت في السابق في التاريخ الإسلامي ومن علماء المسلمين الذين أطلقوا هذا المصطلح وهم نقول أن أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى قد أطلق هذا المصطلح وأيضا ألف ابن جزي الغرناطي كتابا في الفقه المالكي سماه القوانين الفقهية وأيضا ألف ابن سينة كتابا في الطب سماه القانون في الطب القانون في الطب فإذن هذه الأوجه الثلاثة أو الأوجه الخمسة في مصطلح القانون ومصطلح النظام ذكرنا قبل قليل وجه الرابع وهو أن المملكة العربية السعودية صادقت على الكثير من القوانين العربية باسم ماذا؟ باسم القانون وأيضا مثل القانون النظام الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون في عام 1435 الهجرة والوجه الخامس بما ذكرناه أن بعض علماء المسلمين استخدموا مصطلح القانون ومنهم من؟ أبو حامد الغزال في كتابه المستصفى كما ألف بن جزي الغرناطي كتابا في الفقه المالك سماه ماذا؟ سماه القوانين الفقهية وألف بن سينة كتابا في الطب سماه ماذا؟ القانون في الطب فهذه الكتب قد ذكر فيها مصطلح القانون أو بما تسمى مصطلح أو بما يسمى القانون ومن ذلك الإمام الغزالي رحمه الله قد ألف كتابا في هذا الأمر وهو المستصفى وأيضا ابن جزي الغرناطي ألف كتابا في الفقه المالك سماه ماذا؟ القوانين الفقهية وألف بن سينة كتابا في الطب سماه القانون في الطب هنا في هذا النشاط الإثرائي بالحوار مع معلمك وبالرجوع إلى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أبرى رمز الاستجابة المرفق QR دون أمثلة لقوانين عربية أو دولية صادقت عليها حكومة المملكة العربية السعودية فإذن لما ترجع إلى هذا الباركود تستطيع الرجوع إلى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أبرى رمز هذا الاستجابة فتدون أمثلة لقوانين عربية أو دولية صادقت عليها حكومة المملكة العربية السعودية هنا أمثلة لقوانين عربية أو دولية فأريد منك أن تدون هذه الأمثلة من الأمثلة على القوانين العربية أو الدولية التي صادقت عليها حكومة المملكة العربية السعودية من أين ترجع وتأخذ هذه الإجابة؟ من خلال رمز الاستجابة بحيث تسلط الكاميرا على هذا الرمز وتستطيع الدخول إلى هذا الموقع وهو المركز الوطني الوثائق والمحفوظات فتدون الإجابة في هذا المستطيل في هذا التقويم أتحقق ما أصل مصطلح القانون لغويا ما أصل مصطلح القانون لغويا قد بينا في أثناء الدرس ما هو أصل مصطلح القانون فذكرنا أنه هل هو مصطلح عربي أو غير عربي بينا ذلك وبينا أنه قد جرى تعريب هذه الكلمة وأيضا بينا لما جرى تعريبها ماذا يسمى في اللغة ومن ثم هل هناك مشاح هذا الاصطلاح بين مصطلح النظام ومصطلح القانون قد بيناه في أثناء الدرس في هذا السؤال الذي يليه أناقش ناقش أوجه استعمال مصطلح القانون ومصطلح النظام ناقش أوجه استعمال مصطلح القانون ومصطلح النظام من خلال ماذا؟ كيف تناقش هذا الموضوع؟ من خلال النظر إلى الأوجه الخمسة التي ذكرنا في أثناء الدرس أوجه استعمال متى يستعمل مصطلح القانون وأيضا مصطلح النظام فهل هناك أيضا مشاحة فيما بينهما وأريد منك أن تتناقش ما من حولك من الطلاب وكذلك مع معلمك لإجابة على هذا السؤال هنا في هذا السؤال أستخلص ما النتائج المستفادة من معرفة الفرق بين مصطلح القانون والنظام ما هي النتيجة والمحصلة في الاستفادة في معرفة الفرق بين مصطلح القانون والنظام أعيد السؤال مرة أخرى ما النتائج المستفادة من معرفة الفرق بين مصطلح القانون والنظام أريد منك أن تجيب على هذا السؤال بحيث أنك تستخلص النتائج المستفادة من معرفة الفرق بين مصطلح القانون وكذلك النظام وتجيب على هذا السؤال بالرجوع إلى ما ذكرناه في أثناء الدرس الآن مصطلح القانون ومصطلح النظام قد ذكرنا قبل قليل أوجه استعمال هذا المصطلح ومصطلح القانون ومصطلح النظام ولخصناها في عدة أوجه ومن ذلك الوجه الأول وهو مصطلح القانون ذكرنا أنه مصطلح ليس عربي وقيل أنها كلمة فارسية أو رومية أو يونانية وقد جرى تعريب هذه الكلمة العربية بمعنى من قياس كل شيء أو العصى المستقيمة مصطلح النظام هو مرادف لمصطلح القانون لغويا ولكن من حيث الأصل مصطلح النظام هو المصطلح العربي فإذن المصطلح العربي هو مصطلح كلمة النظام مصطلح النظام الوجه الثاني الذي ذكرناه في أثناء الدرس أن مصطلح القانون حاليا يدل على ماذا؟ يدل على القواعد الإلزامية التي تفرضها الدولة بشكل عام لكن لا مشحة في الإصلاح بين المفهومين وهو مصطلح النظام ومصطلح القانون هذا الوجه الثاني من أوجه مصطلح القانون ومصطلح النظام الثالث إذا كان الحديث عن العلم أو المجال في ذاته ماذا نطلق؟ هل نقول علم القانون أو علم النظام؟ ذكرنا في أثناء الدرس الإجابة من يذكرنا؟ أحسنتم نقول علم القانون وليس علم النظام لوضوح المعنى وهذا السبب والاتساق مع المصطلح لدى المدارس القانونية في أنحاء العالم فهذه أيضا من أوجه استعمال علم القانون أو نظام القانون وكذلك علم النظام وعلم القانون فمصطلح القانون يدل على القواعد الإلزامية التي تفرضها الدولة بشكل عام ولا مشاحة في الإستحابة المفهومين إذا كان الحديث عن العلم أو المجال في ذاته فنقول علم القانون ولا نقول علم النظام والسبب في هذا لوضوح المعنى والاتساق مع المصطلح لدى المدارس القانونية في أنحاء العالم الأمر الثالث وهو أن المملكة العربية السعودية صادقت الأمر الرابع وهو أن المملكة العربية السعودية صادقت على الكثير من القوانين العربية باسم ماذا؟ باسم القانون باسم القانون مثل القانون النظام الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون في عام 1435 للهجرة فإذن المملكة السعودية قد صادقت على الكثير من القوانين العربية باسم القانون مثل القانون النظام الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون في عام 1435 للهجرة الأمر الخامس وهو من أوجه استعمال مصطلح القانون ومصطلح النظام أن بعض علماء المسلمين قد استخدموا مصطلح القانون ومنهم أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى كما ألف ابن جزيل غرناطي كتابا في الفقه المالكي سماه القوانين الفقهية وألف ابن سينة كتابا في الطب سماه ماذا؟ سماه القانون في الطب سماه القانون في الطب بذلك راجعنا الآن ما ذكرنا في أثناء الدرس وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين